يا مساء السعادة النهاردة هنعمل عشق خفيف كده ولطيف بسرعة جدا مش هياخد مننا وقت وهو البيتزا السايلة اول حاجة عندي اتنين كوب من الدقيق هننزل عليهم بمعلاقة كبيرة من البيكنج بودر ونص معلاقة من كل من ملح وزعتر وتوم بودر وبصر بودر هنقلبهم تقليبة كده ونخلي المكونات الجفة تتجانس مع بعضها وننزل عليهم بحوالي ثلاث معالق من الزيت ندي لهم تقليبة وبعد كده هنعجن المكونات دي كلها بحوالي كوبيتين من المياه الدفية او على حسب دقيق ما ياخد معانا لحد ما نحصل على عجينة عاملة زي عجينة الكرب بالضبط او عجينة الكيك هنقلب بقى المكونات بالويسك كده لحد ما الكتل بتاع الدقيق تختفي تماما ونضيف المياه شوية بشوية لحد ما نحصل على العجينة اللي احنا قلنا عليها سنة بسنة كده انا بضيف حوالي معلقتين بمعلقتين علشان العجينة ما تبقاش سيلة قوي مني انا عايزاها ليها سمك معين علشان تديني النتيجة اللي انا عايزاها هنقلب هنفضل نقلب زي ما احنا شايفين كده ونضيف شوية بشوية شايفين معايا ما شاء الله تبارك الرحمن انا مسرع الفيديو عشان ما ياخدش معايا وقت اخر مرة هضيف كده ودي تقريبا العجينة اللي انا عايزاها انا مش عايزاها تبقى سيلة اكتر من كده هدي لها تقلبتين كمان وكده خلاص هي دي العجينة اللي احنا محتاجينها معانا ده سمكها لا سيلة قوي ولا تقيلة خالص بالظبط كده هنسيبها ترتاح حوالي عشر دقايق بنسميها بيتزا العشر دقايق او عجينة العشر دقايق بعد عشر دقايق هنبتدي بقى نخبزها النهار ده هنخبز البيتزا بتاعتنا في الطاصة مش محتاجين فرن ولا نولع في الصيف اللي احنا فيه علشان خاطر الحر ومن نتعبش قدام الفرن وكده هجيب الطاصة بتاعتي اسخانها كويس جدا وانزل فيها بمعلقتين من الزيت وعليهم العجينة بتاعتي ازبطها كده بالإثبات يولا عشان خاطر تطلع شكلها مدور زي البيتزا اللي احنا بنفردها بقى دي العجينة شكلها بقى زي ما احنا شايفين كده منتظم اسبها بقى على نار هادية لحد ما تستوي بالكامل من تحت وحس انها بتتحرك في الطاصة ووشها هيشف من فوق كده وتبقى ايه مفيش فيها عجين وتطلع فققيع كده في الوش هبتدي بقى حضر الطوبنج بتاعها وهو عبارة عن فلفل اخضر ووزتون وطماطم بس قابل منه هنزل بمعلقة كده من الصلصة ادهن وش البيتزا بتاعتي زي ما احنا شايفين اوزع الصلصة كويس جدا على وش البيتزا وبعدين اجيب بالمعلقة كده خلاص وزعتها تمام ابتدي بقى انزل بقى الخضار بتاعي الحشوة دي بقى اختياري ممكن تحطي اللي انت عايزها انا النهاردة هعملها بالخضار زي ما احنا شايفين كده هوزع حلقات من الطماطم شايلة منها القلب عشان ما تعملش مية على وش البيتزا وكمان حلقات ترنشاط خيروفيعة كده من الفلفل وكمان ترنشاط من الزتون زي ما احنا شايفين كده بعد كده بقى هنزل عليها بكمية حلوة كده من الجبنة الجبنة عندك اختياري برضو لو انا عندي موزاريلا لو عندك ميكس جبن شيدر وموزاريلا اللي بتحبيه ضيفيه هيطلع معاكي النتيجة هيلة جدا هبتدي بقى بعد ما اضفت الجبن هي بتستوي من تحت استاوت تقريبا يعني وتحركت من في الطاصة واخدت معايا لون انا عارفة كده كويس هبتدي بقى اغطيها غطيتها بصنية كده لان الطاصة بتاعتي كبيرة شوية فمحتاجة حاجة اكبر منها غطيتها لحد ما الجبنة ساحت معايا زي ما احنا شايفين مدياني الشكل التحفة جدا ده هتأكد من تحت ما شاء الله تبارك الرحمن احمرته بقت زي الفل غطيتها كمان دقيقة وبعد كده شلتها وجيت دهنت الطاصة مرة تانية عشان خاطر وزعت الزيت فيها كده بالفرشة عشان هنزل بيه الكمية المتباقية واعمل البتزاية التانية الكوبايتين عملوا معايا بيتزايتين حجمهم كويس جدا حوالي 24 24 سنتي يعني البتزاة اول ما تنزل باسبها لحد ما العجينة تستوي كده من تحت وتبتدي تتحرك في الطاصة ابتدي انزل بقى بالتوبنج بتاعها اللي هو الصلصة وبعد كده الحشوة وبعد كده الجبن وبعد كده بغطيها بقى حوالي دقيقتين كده لحد ما الجبن تسيح معايا وزي ما احنا شايفين كده عملنا اسهل واسرع بيتزا وعشا تحفة جدا شايفين من تحت ما شاء الله تبارك الرحمن حمره جدا والجبن سايحة من فوق طبعا الحشوة بتاعتنا من فوق مش محتاجة ان هي تدخل فرن لانه هو كله خضار وحنا بقول ريدي بنكل الخضار داني اساسا يعني فهي كلها كل الحكاية ما اخدتش معايا ربع ساعة تلت ساعة عملت احلى بيتزا من غير ما ولع فرن من غير ما افرد عجين من غير اي حاجة من غير اي تعب ولا مجهود والطعم تحفة جدا باين فيها كل الحشوة وباين فيها البهارات اللي انا حطيتها البصل بودر وتوم البودر مدي للعجينة السيلة اللي عندي تستحيل وقوي جربوها وان شاء الله هتعجبكم وما تنسونيش بقى من اللايك والشير عشان دايما يوصلكم كل جديد وختاما يا حلوين ان شاء الله استودعكم عناية الرحمن وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد ان للمشاهدة